في اطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد والتي تنفذها قوات انفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بغطاء جوي من الهليكوبتر المسلح وبالتعاون مع عناصر الشرطة داهمت قوات الجيش الثاني الميداني عددا من المناطق بالعريش ورفح والشيخ زويد التي تتمركز بها العناصر التكفيرية حيث اصفرت نتائج العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل ستة وثلاثين فرضا تكفيريا نتيجة ضربات القوات الجوية والمدفعية وتدمير ونسف ثمان وثلاثين عبو ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات وتدمير خمسة وعشرين منزلا وسبع وخمسين عشة خاصة بالعناصر الإرهابية وتدمير مغزا نتج عنه تفجير ضخم وتصاعد كثيف للأدخنة لمدة ساعتين مما يؤكد احتواءه على كمية كبيرة من المتفجرات وضبط عشر سيارات وخمس دراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية وضبط مستشفى ميداني خاص بتلك العناصر وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر التكفيرية عثر بداخلها على كتب للفكر التكفيري المتطرف كما واصلت عناصر القوات البحرية تكثيف دوريات للمرور الساحلي على السواحل المواجهة لمناطق العمليات لقطع اية امدادات او تهريب للعناصر الإرهابية عبر البحر